ما بين مالك حاسس بالظلم ومستأجر حاسس بالخوف بقى الناس سنين بنسمع عن تعديل قانون الإجارات ولما القانون وصل للمحطة الأخيرة دب الخلاف في البرلمان يا ترى القانون ده هيعدي ولا هيرجع للدرج تاني هل حد درس أثار التعديلات على المجتمع وللناس مقتنع عن أي تعديل هينصف المالك ويفرم المستأجر إزاي تاخد حقك بالقانون الأفوكاتو إزاي تاخد حقك بالقانون السلام عليكم وإزاي تاخد حقك بالقانون النهاردة هكلمك في المقدمة عن موضوعين في غاية الأهمية برضو موضوعات قانونية عشان يبقى عندنا ثقافة قانونية خلاص إحنا النهاردة بقينا بنحاول كل مرة وكل حلقة نقدم لك مجموعة من المعلومات القانونية حتى تستفيد منها والمعلومات دي زي ما قلته كل مرة أقول بقدمها للمواطن العادي اللي مش دارس قانون يمكن نكون بنساهم في نشر الثقافة القانونية أول حاجة أكلمك عنها النهاردة ده مناطحه المتهم في التحقيات أمام النيابة العامة المتهم بريء حتى تثبتين أنتم يعني حضرتك لما يبقى فيه شخص متهم هو بريء حتى أن تثبت هذه الإدانة طيب إيه اللي بيحصل؟ المتهم بيستدعى للنيابة العامة للتحقيق معاه طيب أول ما يستدعى المتهم للتحقيق معاه لازم يكون استجوابه قدام النيابة العامة يبقى لازم المحقق يقوله أنه أنت بيتحقق معاك قدام النيابة العامة ما يفطرتش في العلم ده لازم يقوله كده حضرتك هنا عشان أنا وكيل النائب العام بحقق معاك يبقى لازم شرط أساسي أو ضمانة من ضمانات المتهم في التحقيق أمام النيابة العامة أن يعلم أنه أمام النائب أو وكيد النائب العام للتحقيق معاه الشرط التاني أو الضمانة التانية حق المتهم في دعوة محامي للحضور معاه يعني ايه الكلام ده يعني لازم حضرتك يبقى اي متهم في جناية او في جنحة لازم المحامي يحضر معاه التحيات مفيش ده شرط وجوبي حتى لو ما عندوش محامي النيابة العامة تنتدب محامي للحضور معاه طيب المحامي لما يدخل يحضر مع المتهم هل انا بيترافع؟ هل بيتكلم في المواضيع؟ لا هو بيشرف او بيتابع سلامة التحقيق يعني لا يعني ما يبقاش وكيه النيابة بيضغط على المتهم في انه يعترف ما يبقاش مثلا يوجه له او يبقى فيه تحقيق بشكل ملتوي او مشابه ذلك لكن المتهم ممكن يرفض قدام النيابة العامة ان يجيب على اي سؤال الا اذا كان محاميه برفقته معاه في غرفة التحقيق يبقى وكيه النيابة المفروض بيستدعي المحامي الحاضر مع المتهم علشان يباشر او يكون موجود اثناء التحقيق مع المتهم في حالة بقى ان يكون التحقيق بدون محامي ده هنا بطلة بطلة تحقيق على طول لان ده شرط وجوبي حضور المتهم ومحاميه اثناء التحقيق في اي جنحة او جناية حق المتهم في الاحاطة بالتهم المنسبة ليه اول ما يدخل يقول له انت متهم بكذا على طول يعني مثلا لو فيه شخص متهم بجريمة السرقة او جريمة تعاطي المخدرات او جريمة مثلا الاستيلاء على مال عام اي نوع من اوعي الجرائل لازم السيد وكيل النيابة العام يقول له انت متهم بكذا وكذا وكذا طبعا الاجابة العادية والمتعرف عليها ما حصلش ومعرفش انا ما بغش شكش تقول ايه بس انا بقولك يعني من خبرات الواحد ان ده بيحصل ان على طول المتهم هو طالما بينفي التهمة عن نفسه فبيقول ما حصلش ومعرفش حق المتهم في حرية الارادة اثناء التحقيق يعني المتهم وهو قاعد قدام وكيل النيابة العام عنده كل الارادة الكاملة لا يضغط عليه يعني ما تسلبش ارادته ما يضغطش عليه الاعتراف او ما يضغطش عليه في السؤال وما يجبش على السيد وكيل النيابة العام انه يقول له السؤال بطريقة منتوية او بطريقة فيها نوع من التورية لا السؤال مباشر السؤال مباشر واضح المتهم يفهمه ولازم الوكيل النيابة العام السيد وكيل النيابة العام او المحقق في هذه القضية يشرح له يعني حتى حنقول ايه بيجيوا لك كده افهمناه او اطلعناه يعني يشرح له ايه هي الجرائم اللي هو المسندة اليه فبالتالي انت النهاردة وانت قاعد قدام وكيل النيابة العام بيتحقق معك في قضية يبقى لازم تكون ارادتك مكتملة ما بيتضغطش عليك يعني لو تعرضت لأي نوع من انواع الاكراه او السلب الارادة بشكل عام انك انت تقدر تثبت ده في محضر التحقيق الحق في تدوين التحقيقات كتابة وده انا بنصح به بقى اخواتي وزميلي المحامين واسدزتي اذا كان ليه حق النصح يعني ان حضرتك وانت قاعد قدام السيد وكيل النيابة العام ومعاك المتهم بتاعك بيتسئل ارجوك بقى اركز يعني ايه ركز تنك استمع كواس جدا ورا وقلم في ايدك دون دون السؤال ودون اجابة الايه المتهم الحاضر معاك ده مهم جدا وضروري جدا هتيجي بقى حضرتك في الاخر ليك انت تتكلم في العادي طبعا في اسدزة محامين بيبقى دوره في الاخر انه بطلب اخلال سبيل المتهم بقى اي ضمن مال يطلعون ياابة العام لا انا مش عايزك تعمل كده انا عايزك كمان يبقى ليك ملحظات يعني لو انت شايف ان في سؤال المفروض انه يتسئل للمتهم بتاعك هيوضح بعض الامور من فضلك وجه السؤال ده اطلب للسايد وكيل نائب العام قوله والله في سؤال كذا 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 طبعا انت مش من حقك تسأل مباشرة او مش من حقك تملي على المتهم اجابة معينة او مش من حقك توشش المتهم او تبصله بشكل ما او بطريقة ما تديله اي حق باجابة معينة لا ده مش مطلوب ومش منصوص عليه في القانون انت دورك انك انت بتحضر معاه لسلامة التحقيق طيب ومن حقك كمان انك انت في الاخر تطلب طلبات معينة يعني طلب مثلا الاطلاع على القضية او حصول منها على صورة رسمية طلب انك انت لو فيه الامر مثلا متعلق بتزوير طلب بسرعة مثلا ارسال الاوراق لمصلحة التنزيف والتزوير فيه امور كتيرة جدا المحامين يقدروا يستخدموها اثناء التحقيق تفدهم فيما بعد ذلك فيه سير القضية وعايز انصح زميلي واخواتي وانصح حتى الاشخاص اللي هي يعني بيتم القايا القبض عليها والتحقيق معها ممن يافت العامة ما تستعجلش فكرة الاخراء يعني اخلاق سبيل المتهم يعني فيه قضية منظورة وليها طلبات ما تهتمش وانت بتكلم الموكل انك انت تقول له ايه ده انا هخرجك في التحقيق لا لا ده خروجه من عدمه انت بتبزي الجهد وبتبزي المجهود ما انتش مطلوب منك نتيجة يعني انت مش مطلوب منك تحقى نتيجة معانا انت تبزي الجهدا وفقا لمعايير وفقا لمزورة نص عليها القانون انت بتعمل الجهد ده لكن ما يبقاش مطلوب منك انك انت توعد المتهم باخلاء سبيل وما تهتمش بالمسألة دي قوي قادر ما تهتم بسلامة التحقيق تهتم بطلباتك تهتم بانك انت توضح كل الامور المتعلقة باي قضية خاصة بموكل بيهدر معاك في جلسة التحقيق بعد كده حق المتهم في خصم اي مدة حبس احتياطي من مدة العقوبة التي يحكم بيها يعني ايه الكلام ده وده انا بقوله للشخص العادي يعني لو واحد مثلا حبس احتياطيا على مدار اه اربعين خمسة واربعين يوم خمستاشر في خمستاشر في خمستاشر اربعا للنيابة العامة وكلنا عارفين الكلام ده اربع تيام للنيابة العامة خمستاشر يوم خمستاشر يوم خمستاشر يوم لقاضي المعارضات ثم خمسة واربعين يوم لغرفة المشورة والى ان الى اخره بقى انا حيجي الحلقة نتكلم فيها عن موعيد الحبس الاحتياطي اول معايد الاجرائية في هذا القبر طيب اتحبس 45 يوم ثم احيل المحاكمة واتحكم عليه مثلا بسنة يتخصم منها 45 يوم دول يعني اي مدة يقضيها المتهم في حبس احتياطي تخصم من العقوبة المنصوقة التي حكم بها عليه يعني اذا هو خد مدة زمنية معينة اتحبسها تتخصم هزي المدة من مدة الحكم اللي بتصدر ليه يبقى هنا قانون كفل كفل للمتهمين او اللي بيحضروا تحقيقات بعض الضمانات وانا قلتها ولا تاني وبسرعة واحد حق المتهم ان يكون استجوابه بمعرفة سلطة التحقيق المختصة اللي هي النيابة العامة اتنين حق المتهم في دعوة محميل الحضور معاه تلاتة حق المتهم في الاحاطة بالطوم المنسوبة ايليه اربعة حق المتهم في حريط الاراضة اسداء التحقيق خمسة الحق في تدوين التحقيقات كتابة واحيانا نطلب صورة رسمية من النيابة العامة ست حق المتهم في خاص مدة الحبس الاحتياطي من مدة العقوبة التي حكم بها عليه كده يا جماعة وضحنا حقوقك حقوقك وانت بيتحقق معاك عايزك تفهم وتركز جدا في الكلام اللي بقوله ده علاقتك كمحامي بالسيد وكده بالعام وانت بتحضر التحقيق مهمة جدا لازم انت تدي له وضعه هو راجل محقق من حقه يحقق كل قضية ما تقطعوش ما تكلمش المتهم ما تردش على سؤال هو بيسأله المتهم إلا إذا إلا إذا كان هذا المحقق بيقوم مثلا باستدراج المتهم بطريقة غير قانونية هنا تقدر تقوله لا ستوب الكلام ده غلط لكن ما تقدرش تعترض على سؤال هو في مصلحة التحقيق ده شيء مهم جدا لازم حضرتك تبقى عارفه كتير مننا يسمع عن حاجة اسمها التلبس يقولك ده بقى الموضوع بقى التاني بتاعنا يقولك بيسكوفلندا متلبس زي كده الجماعة يعني اللي هم يعني بيعرفوا الأمثال الشعب يقولك الحرامي بشيلتو كده يعني بسكوف شيلتو التلبس يا سيدي هو أن يضبط الشخص متلبسا بارتكاب جريمة صعب اللي أنا قلتو تحسوا إنه مكعبر كده هحاول أبس أطالك إن ساعة ما بتحصل الجريمة المتهم يتمسك وهي بتحصل كده مسكوم متلبس بس كده لا ممكن حاجة تاني إيه اللي ممكن تاني ممكن إن مأمور الضبط القضائي مأمور الضبط القضائي يشوف المتهم بعد ارتكابه الجريمة ببرها يسيرة ببرها يعني زمن بسيط جدا يعني زي ازاي حرامي راح يسرق سرق ونفس جريمة السرق بنجاح تمام؟ وهو بيجري بالمسروقات لمحه مأمور الضبط القضائي مأمور الضبط القضائي اللي هو أدامة الشرطة يعني أو المنطبي اللي هما ضباط الشرطة رجال المباحث وهكذا يعني لمحه بيجري بالمسروقات هنا يبقى بعد فترة وجيزة يعني هو شافه مثلا بنط من على الصور بيجري بشنطة هي دي الفترة يعني القصيرة اللي بيتكلم عنها القانون في حالة التلبس انه يلمحوا كده شغل الشنطة وبيجري بيها ده مثال مثال انا بقوله طيب ايه تاني انه تتبع الجاني بعد ارتكاب الجريمة الناس تجري وراه بحرامي او نشال في الاوتوبيس سرق واحد او سرق محفظته هو في حد بركبته صدر الوقت مش عارف المهم يعني او المترو او ما شابه هذلك وتسرق نزل النشال ده جري والناس قاعد تجري وراه حرامي 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 خلاص الجريمة مكتملة اهي فيه واقعة ايه فيه تلبس اهو فيه هنا فيه شرط تحقق شرط التلبس تحقق انه الناس بتجري وراه بالصياح وبتنادي عليه حرامي حرامي لغاية لما تمسك هنا يبقى فيه تلبس الحالة اللي بعدها مشاهدة المتهم بعد وقوع الجريمة بوقت بسيط برضو حاملا احد الاسلحة او الادوات المستخدمة في هذه الجريمة يعني مثلا جريمة اكل جريمة اكل والمتهم استخدم فيها سكينة او اسلاح ابيض يعني وبعدين فيها دم ويجري هنا بقى لو شاف مأمور الضبط القضائي شخص بيجري وفي ايده السكينة حامل السكينة فيها دم يعني اكيد بيش حيوقفوا لما يوقفوا هنا يبقى هنا برضو في حالة من حالات التلبس يبقى هنا القانون لما قال شروط للتلبس عمل شروط عشان ما تبقاش الدنيا كده يعني ما خدش واحد من الشارع اقول له تعالى انت مقبوض عليك فاضية كذا لا لازم يكون فيه واقعة تلبس او يكون فيه حالة من حالات التلبس يبقى حالات التلبس تاني زي ما القانون نص عليها مشاهدة الجريمة حالة ارتكابها طب يا ترى بقى مين اللي يشوفها مأمور الضبط القضائي يبقى فيه شروط بقى تانية لصحة التلبس الشرط الاولاني مشاهدة مأمور الضبط القضائي حالة التلبس بنفسه يعني هو بنفسه كده حتى تيجي تلاقي الكلام ده بقى مشهور قوي ومعروف لاخوتنا اللي بيترافق في قضايا المخدرات يقولك ايه نمى العلمي من مصدر سري ان فلاني الفلاني واقف في المكان الفلاني او في مدام فلاني فلاني ومعاه جوهر يشبه جوهر حشيش بيبيعه فانزلنا على الفور واستحبنا قوة مرافقة بينا وروحنا وتم القبض عليه متلبسا ببيع هذا المخدر للناس في الشهر فايجي اسأله انت بنفسك اللي شوف تقول اه طب لو قال احد افراد قوة السرية هو اللي شافه قال لي بطلة حالة التلبس لازم بنفسه يشوفه يبقى ده شرط اساسي ان مأمور الضبط القضائي بشخصه هو اللي يشوف حالة التلبس ما ينفعش يقول فلان قال لي الحالة التانية مشاهدة او ادراك حالة التلبس بطريقة مشروعة يعني يكون فيه طريقة مشروعة لان الشخص او مأمور الضبط القضائي يشوف التلبس يعني مش بالتلصص مثلا يعني ما بقعدش كده من التلصص عشان اشوفها لازم أشوفها بشكل مشروع بشكل يحدده القانون يشرعه القانون ما يبقاش بشكل غير مشروع طيب لو ما فيش حالة تلبس يتقبض على الناس بقى ازاي او تقبض على الشخص ازاي لازم يكون في اذن النيابة يبقى يا تلبس يا اذن النيابة العامة بايه بحدوث جريمة معينة بتحريات دي شروط بقى يعني لازم يكون فيه تحريات يقولك من تحرياتنا السرية نمائل علمنا ان فلان فلان ده سنه كذا واسمه كذا وساكن في حتة الفلانية وبيرتكب الجريمة كذا 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 الناب العام بقى او وكيل الناب العام يصرح له بايه بالقبض على المتهم او يأذن له زي ما كده القانونين بيقولوها يأذن له بالقاء القبض على فلان فلان يبقى لو ما فيش اذن النيابة يكون فيه حالة من حالات التلبس التلبس ده شيء مهم جدا وخطير جدا جدا لازم كلنا نبقى عارفين يعني ايه وانا في حالة من حالات التلبس ولا لأ وانت وانت ماشي في الشارع ظروفك تبقى ازاي طب هو بقى الكلام ده انا بقوله ليه انا مش بقوله لحضرتك علشان اديك فرصة انك انت مثلا يعني تهرب من القانون لا ده انا بقى لهولك علشان او بقولهولك علشان تبقى عندك ثقافة قانونية او علم قانوني بهذا العالم في حالات كتيرة وفي جرائم كتيرة جدا بترتكب في الشارع بنشوفها مأمور الضبط القضائي بيقوم بالضبط المتهم او القبض عليه او القائل قبض عليه وهنا بتبقى دي التلبس انا كل مرة بشرح لك حاجة من حاجات القانونية وبشكل بسيط جدا 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 عشان توصلك وتبقى فاهم وعارف ان البرنامج ده دوره وهدفه الاساسي هو نشر الثقافة القانونية في المجتمع المصري احنا النهاردة عندنا فقرات يعني كتيرة عندنا فقرة اولى هنتكلم فيها عن ايه تشريعات وايه تنمية مستدامة ايه الاتنين وايه الربط وبينهم وهم بعض فعندي موضوع مهم جدا موضوع الاجارات من اول ما اعلننا عن قانون الاجارات والصفحة شغالة من الفريقين المستاجرين والملاك كل واحد فيهم بيرمي اللهم على البرنامج ده انتوا ليه بتصحوا الموضوع والتاني قالك والله ده الناس دي ممولة كلام كتير كتير لكن النهاردة هي حلقة كاشفة هنكشف فيها يا ترى في قانون معروض على مجلس النواب هيتناقش بشأن الاجارات ولا لا استنوني هنطلع فاصل وهنرجع بعض الفاصل علشان اقدم لكم فقرة مع الدكتورة الهام التهام نتكلم فيها عن المؤتمر لنعقد في اسكندرية وبعدين بعد الفقرة دي هنعرف في قانون الاجارات ولا لا الافوكاتو ازاي تاخد حقك القانون قبل الفاصل كنت بكلمك عن معلومات قانونية بشرح لك فيها كل حاجة تخص القانون وعشان البرنامج ده مهتم بكل التشراعات وكل اللي بيحصل جوه مصري من تشراعات قانونية او مناسبات قانونية انا النهاردة بكلمك عن مؤتمر يحصل في عروس البحر الابض المتوسط لاسكندرية يوم 24 و 25 اغسطس المؤتمر ده بيتكلم عن البيئة التشراعية المحفزة والتنمية المستدامة التشراعات القانونية والتنمية المستدامة النهاردة معايا ومع حضراتكم الدكتور إلهام التهامي رئيس مركز التعاون الخليجي للتدريب والاستشارات اهلا بك يا دكتور عايزك تشرح لنا يعني ايه تشراعات مرتبطة بتنمية مستدامة ايه الربط باللتنين اولا انا بشكر حضراتكو طبعا على الاستطافة الجميلة دي ومبدئيا هو اسم المؤتمر التشراعات القانونية وتحقيق التنمية المستدامة ايه الربط بقى بين التشراعات القانونية وتحقيق التنمية المستدامة التنمية المستدامة حضرتك زي ما اكيد حضرتك عارف انها معنى شامل وهو مبدأ في البداية مبدأ ديني وبعدين اتجاه دولي او اتجاه عالمي واتجاه له طبعا البلاد العربية والبلاد الاجنبي العالم اجمع بشكل عام مصر صبعا من اوائل الدول اللي اهتمت بتحقيق التنمية المستدامة وتفضل سيد الرئيس أنه هو وضع خطة كاملة لتحقيق التنمية المستدامة داخل مصر تشريعات القانونية بالطبيعي لابد أنها يكون لها دور كبير جدا في تحقيق التنمية إزاي يا دكتور؟ أقول لحضرتك دلوقتي التنمية لها أكتر من مجال ولها أكتر من هدف كل شيء لابد أن يكون له قانون يمشي عليه وتشريع يمشي عليه أي شيء في الكون لازم يكون له تشريع نحن كتشريع دنيا وداء أو التشريعات الوضعية اللي إحنا ماشيين عليها أو الدستور بشكل عام بنحقق من خلال التنمية ارتباط القوانين اللي بيرتشرعها المشرعين إنها تضمن لما بعد ذلك يعني تحقق في الوقت الحالي وبتضمن كمان للأجيال اللي جاية حقهم في تحقيق العدالة أو الحرية أو المعيشة أو أي شيء هم بيطلبوه حق الإنسان بشكل كامل من خلال التشريعات اللي هي موجودة في الوقت الحالي إيه التوايد اللي ممكن يحققها مؤتمر زي المؤتمر المنعقد في عروس البحر الأبد المتوسطين 24 و 25 أولا المؤتمر ضم كوكابة كبيرة جدا ربنا أكرمنا بيها من داخل مصر ومن خارج مصر من رجال القانون المشرعين كمان يعني تفاجأنا بحضور كبير جدا لخبراء الاقتصاد وكل ما يهم يعني الناحية المالية والاقتصادية والقانونية في المجتمع المصري ككل الكل كان حريص إن هو يحضر من داخل المؤتمر إن شاء الله بنبدأ نتناقش في التشريعات الجديدة اللي موجودة ونشوف إيه الملابسات اللي ممكن تعوق تحقيق التشريع ده أو يعني بمعنى أدق تحقيقه بقى على أرض الواقع إيه العيوب إيه المميزات التوصيات اللي حابين نقوم بيها كرجال قانون مش أنا المختصة طبعا الكلام ده هيتكلم فيه الأخصائيين بذات نفسهم وهنخرج بالتوصيات دي وبإذن الله يكون فيه تقديم للجهات المصور هل زالت الفرصة قائمة لاشتراك المحامين أو القانونيين أو الاختصاليين في نفس هذا المؤتمر؟ هو المفروض إن إحنا كنا قفلنا خلاص الحمد لله لإن العدد اكتمل بشكل كويس لأ طالما تلاقيت عندنا في الأوقات ويبقى لازم تغير استثناء أكيد طبعا ففترة الأخيرة بصراحة لإن ما كانش برضو الموضوع مسامع قوي بدأ الناس إنها تسأل بقى وتشوف الموضوع إيه فلاقينا في الفترة الأخيرة في الخامسة عشر يوم الأخرانيين دور فيه قبول شديد جدا ففتحنا باب الاشتراك لغاية يعني هو يوم 24 معنا إحنا فاتحين لغاية يوم 22 كم جلسات المؤتمر هتبقى عبارة عن إيه؟ يعني قولي لي مثلا الجلسة الأولى كذا الجلسة التانية تمام هو فيه محاور عشان ما أطولش على حضرتك في اللقاء فيه محاور فعلا نزلة للمؤتمر ككل خاصة بكل أوجه التشريع الجلسات هتدور بشكل كويس قوي ما بين الرئيس اللجنة وفيه أعضاء معاه مكملين هو بس مجرد أنه هيدير رئيس اللجنة وطبعا مختص بالقانون وهيبدأ أنه يناقش محور على عدة جلسات خلال اليوم 24 و25 هيتخلل الجلسات اللي احنا نتكلم فيها أورش تدريبية سواء خاصة بالقانون أو شوية بقى هنعمل عصف ذهن بعيد شوية عن الموضوع ده بحس تنشيط الجلسة عشان ما يكونش برضو الموضوع فيه جمود حاد يعني خاصة أن المركز المتبني لمؤتمر التشريعات القانونية هو بالبداية مركز تدريب واستشارات فالمؤتمر أحد مجالاته لكن التدريب بشكل عام هو رسالتنا إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله دكتور إلهام التهامي رئيس مركز التعاون الخليجي للتدريب والإشراط القانونية شرفتيني النهاردة وتمنياتي لكم إن شاء الله بتحقيق نجاح وتوفيق في هذا المؤتمر شوف يا سيدي هي المؤتمر كان يعني باب الاشتراك تقفل لكن لو أنت عايز تشترك خش على صفحتي صفحة رسمية للدكتور إيمان عطالة وبعت لي رسالة وأنا هتواصل مع الدكتورة إلهام والمستشار محمد سعيد علشان أساعدك في الاشتراك في هذا المؤتمر هنطلع فاصل وهنرجع بعض الفاصل عشان نتكلم عن فقرة مهمة جداً جداً كرة نار عمالة تروح من مجلس نواب من مجلس نواب من مجلس نواب راجبين مرجيحة مرجيحة اسمها قانون الإجراءات فاصل ورجعين الأفوكاتو إزاي تاخد حقك بالقانون الأفوكاتو إزاي تاخد حقك بالقانون ملايين المصريين ما بين خايفين وما بين ناس حاسة بالظلم في أقدم مرجيحة في قوانين مصر هي مرجيحة قانون الإجراءات أنا معي النهاردة أتنين من مجلس النواب نواب مجلس النواب عشان يوضحولنا يطرحنا راحين على فين يطرى فيه قانون ولا ما فيش يطرى لو فيه تعديلات هيبقى شكلها عامل إزاي معي ومع حضراتكم النائب محمد فؤاد أهلا بيك سادة النائب أهلا بيك سادة النائب سادة النائب محمد فؤاد سادة النائب أنت شايف إيه التعديلات المطروحة على مجلس النواب بشأن قانون الإيجراءات ويطرى هل هتمثل أماكن السكنية ولا لا تمام إحنا دلوقتي القانون اللي هو دخل مجلس النواب واللي كان عليه النقاش الأخير هو القانون المتعلق بحكم المحكمة الدستورية الخاص بقانون 139 سنة 81 اللي هو الحكم الذي صدر بمطلان الفقرة الأولى من المادة 18 من قانون 139 سنة 81 وده خاص بالتجاري وليس بالسكني فكل الحوارات التي دارت في مجلس النواب سواء القانون اللي تم بالفعل منقشته والموافقة عليه داخل اللجنة ثم تم عرضه على الجلسة العامة كان يتناول بشكل واضح وصريح الشق التجاري فقط طبعا ده لا يمنع أن هناك بالفعل أطروحات مقدمة من العديد من النواب للسكني فقط لكن كل الحوار والسخونة التي سبقت انتهاء دور الناقات كانت بالدور حول التجاري يعني أفهم الكلام ده أن حتى هذه اللحظة لم يطرح على مجلس النواب أي مشروع قانون بشأن الوحدات السكنية طرح ولكن لم يناقش داخل لجنة الإسكان أو مناقش بالشاك نوعية تنتهي المخاض التشريعي معناه أن قانون يتم تقديمه من النواب أو من الحكومة ثم يناقش داخل اللجنة ثم يطرح على الجلسة العامة بالفعل هناك العديد من القوانين المقدمة التي تتحدث عن السكني وقد تم مناقشات مبدئية لها داخل لجنة السكان لكن لم ينتهي حتى هذه اللحظة قانون مكتمل يشمل السكني ويتم وحادته إلى جلسة العامة وأنا معي النهاردة النائب محمد السماعين وحضرتك عضو لجنة الإسكان أمين سر اللجنة وأمين كمان سر اللجنة طب ما تقول لي هي القانون تقدم لك أو لا لا طبعا القانون بالنسبة لجنة الإسكان يعني ما حصلش نقشات إلا في قانون واحد اللي هو الشخصية الاعتبارية ووضيف إليها من خلال بعض أعضاء اللجنة اللي هو الأشخاص الطبيعية لا قد رفض من بعض النواب كنت أنا أحد النواب اللي هما رفضوا إضافة الأشخاص الطبيعية ليه رفض هكامل لك برضو بالقس لكن قانون متعلق بالعلاقة بين مالك المساجر ده كان محور حديث طوال أربع سنوات كان إرهاصات في الإعلام كبيرة جدا كان كله بتكلم على العلاقة كاملة ما كانش النهاردة بيفصل سكن من تجاري ولكن لما حصل حكم المحكمة الدستورية اللي تكلم عن الشخصية الاعتبارية هو ده اللي قد النهاردة إيجابيا لأنه لازم يكون القانون يناقش ويتم إقراره في نفس دور النقاد أو بداية دور النقاد اللي هو الخامس إن شاء الله تعالى ليه رفضت أنا حضرتك يا عم فلسفة المشرع ليه حضرتك ما تطرقش حكم المحكمة الدستورية لأشخاص الطبيعية ليه الشخصية الاعتبارية ليس لها زمن نهو تفضل ممتدة يعني عبر السنين مئات وألوف السنين طالما الشركة باقية أو قائمة يعني تفضل الشركة موجودة ما لهاش زمن نهو أما الأشخاص الطبيعية موجودة لها زمن نهو إذا توفى المستأجر لأحد المستفق وكان عنده أحد المستفدين لأبناء ببينتقلش لحفية إذا بينتنتهى العلاق وكمان فيه رازخ في وجدان بعض أعضاء اللجنة وبعض أعضاء مجلس النواب حكم المحكمة الدستورية 2002 لحينما توفى أحد المستأجرين ورفع قضية الأحد الملاك اللي هو مالك الوحدة نفسها لطرد أسرة المتوفي اللي هو المنتفع إلا أن المحكمة قالت لك يمتد عقد الإيجار للجيل الأول المقيم إقامة مستقرة وده لي أنا داخل نفسي يعني أن الوضع لابد النهاردة يكون فيه استقرار لازم يكون حضرتك ده لا نهو وده ما لهز زمن نهو ولكن كالله تعليق أيضا أنه ما ينفعش نعلي القيمة الإيجارية بالنسبة للشخصية الاعتبارية وما علش القيمة بالنسبة للأشخاص الطبيعية أنا كنت أنا ضايف تعديل أيضا أنه يجب النهاردة لتساوي المراكز القانونية ليس زمن النهو لأنه نالك أسأل ترفع القيمة الإيجارية مهما ترفعها الملك شايف أنه ده حق أو لازم يرجع له كل واحد بيبص على نظرته خاصة الملك بيقول ده حق ودي ملكية والتاني بيقول أنه دفع تخليه وحضرتك القيمة الإيجارية كانت في هذا القيمة تشتري أرد تانية أو تالتة وكان هو اللي بيدور على الإيجار كله لاو حديث يعني بس إحنا كده بيكلم عن الوحدات الغير مخصصة للسكنة أنا بكلمك قبل الزبط يعني لكن بكلمك على فلسفة الملك بيقوله أو المستجر بيقوله مين غني ومين فقير ما حدش يدر حد ده هنا في أطراف غنية هنا في أطراف غنية هنا في أطراف فقيرة هنا في أطراف فقيرة لأنه إحنا كلنا كوكتيل الشعب المصري مع بعضنا فيه في الملاك الغني وفيه الفقير وفيه في المستجرين الغني وفيه الفقير بالزبط لما نجي نبص على القانون نبص على فلسفته هل هي حق السلم المجتمعي؟ هل هي حق التوازن طب أنا عندي مشكلة كبيرة جدا أنا عندي الاقتصاد غير رسمي يمثل 90% وأغلب الإجارات القديمة كلها مرخصة لمحالة التجارية دي لما أجي أعمل طرد النهاردة للمحالة التجارية اللي هي مرخصة إذن أغلب الاقتصاد حتى الرسمي بيه غير رسمي ده ناحية الناس الموجودة في المهن والحرف اللي بتشغليها فترات طويلة جدا في بعض الناس بسيطة في مناطق شعبية بسيطة جدا جدا يعني أنا عندي في دايرة الخاصة بيه دايرة بلاء الدكرون عندي محنس بسيطة لكن أنا في نفس الوقت مع زيادة القيمة الإيجارية هو قيمة عدلة على فكرة مش قيمة النهاردة أقول ضعف أو 25% أو 30% لا قيمة عدلة قيمة عدلة تحقق للمالك ينتفع من ملكه ويحقق للماء للمساجر استقرار لحين النهو الطبيعي اللي هو بينتهي بالمستفيد الأول الحفيد ينتقله لا القانون كان واضح وحكم المحكمة الدستورية واضح أن لا ينتقل الحفيد محمد بيسة النائب هل يا طرى مجلس النواب عرض عليكم حاصر مثلا لعدد الشواء المغلقة عدد الشواء المؤجرة بشكل سكني أو شكل تجاري الوحدات السكنية دي هل تم عرض حصري لهذه الأمور على عضاء مجلس النواب هناك تقرير صادر من وزارة الإسكان في مايو 2018 بالنسبة للتجاري قال أن عدد الوحدات التجارية ربعمية تمانية تمين ألف تنمية وتسعة عشر ده بالنسبة للوحدات التجارية بالنسبة للسكني هذا التقرير قال إنهم 38 مليون 38 ألف تنمية وتلاتين مليون 48 ألف تنمية سبعة عشر إيجار قديم أنا أتكلم عن وحدات كاملة أنا أتكلم من إيجار قديم الوحدات القاضية على قانون تبقى للتقرير الوزارة الإسكان الصادر في مايو 2018 يقول ربعمية تمانية ثمانية ألف تنمية أ Holop19 ده بالنسبة للتجاري عدد الوحدات بالنسبة للسكني 38 مليون 38 ألف تنمية سبعة عشر 38 مليون وحدة سكنية مؤجرة بقانون القديم لا طبقا ليه أنا بقرأ هنا التقرير أي حصائية صدر المنزلات للإسكان مايو 2018 عدد الوحدات بقانون الإيجار القديم تبلغ 42 مليون 972 وحدة نصيب الوحدات السكنية فيها 38 مليون 48 مليون تأثير تغيير التشريع على 38 مليون دول هيحصل إيه؟ طبعا إبو سأحنا إحنا خلينا الأول نتطرق قبل ما ندخل في التأثير المباشر لأن زي ما حاك قلت الموضوع مرجيحة وهو في الآخر موضوع ملتهب جدا فلازم الحوار ده عشان أقدر أنا ليه تشبيه تاني أنا بقول عليها كرة نار كل مجلس نوابي بعتها للبعض كلام حاك سليم هي وقالون الأحوال الشخصية من القوانين السكنة القوانين الملتهب يعني لكن عشان نقدر نخد في موضوع ملتهب يعني خلينا أول نشات منطلقات أول منطلق أن المجتمع اللي ما بيقدرش يعالج المشاكل الموجودة عنده هو مجتمع عاجز ودي مشكلة ولازم نواجهها القاعدة التانية أننا الفكرة الحكيمة في أي مناقشة بأنه ما نتركه بالمنطق لا يجوز أن نعود له بالعاطفة فلو إحنا وصلنا إلى حلول منطقية ما ينفعش أجي في الآخر وأقول لعاطفة أصلا معلش ويعمل دي أمور عاطفية ما ينفعش أن أنا أقف قدام منطق واضح وصريح وابتدي في الآخر أتعمل حدد للمشكلة وحدد للمشكلة ووجد نظر تمام المشكلة الأساسية خلالنا نتكلم الأول على ثوابت لو اتفقنا عليها نقدر نكمل في النقاش أو نتمنى وجهة النظر وجهة النظر بالنسبة للناس اللي بتحدث عن تعديل القانون الإيجارات بتقول إيه؟ أن قاعدة الامتداد القانوني لعقد الإيجار هي أمر استثنائي مرة أخرى قاعدة الامتداد القانوني لعقد الإيجار هي أمر استثنائي ودي القاعدة الأساسية اللي عليها خنائة الإيجارات كلها فكرة الامتداد لأن بنقول إيه؟ الدستور تبقى للمادة 35-35-2 الدستور بيتكلم على ساون الملكية وكفالة حق الإرث فدي أمور واقعية اللي بنجي نتفرج علىها خلينا نتكلم عن الشيق التجاري بالنسبة للشيق التجاري اللي هو منظم تقريباً بقانون 49 سنة 77 وقانون 136 سنة 81 القوانين ديت قدت بالفعل حق الامتداد وسبتت الإيجار فعملت هناك إشكالية الوضع اللي خلقت فيه أو أتت للوجود قوانين الإيجارات اللي هي تعرف بإيجارات قديمة بشكلها الموجودة بدلنا نحن عندنا إيجار قديم وإيجار جديد كانت هناك مشكلة لأنه كان هناك في الفترة اللي هي بعد الحرب العالمية التانية كان هناك خلل في التوازن ما بين العرض والطلب وللسلم المجتمع والظروف معينة انشئت هذه القوانين خلينا نقول أن القاعدة القول على المطلق الأول أن قاعدة الامتداد القوانين ديت للعقود إيجارات أمر استثنائي ولا يمكن هل فيه ناس حالتهم استقرت على هذا الأمر من سنين طويلة ده كلام جميل أنا مش مختلف عنه لكن احنا نقول ليه احنا الأول نتحدث عن المطلق لو احنا قلنا يجوز التعديل لكن هناك اعتبارات لازم ناخد بالنا منها ده موضوع ولا يجوز التعديل ده موضوع تاني خالص يعني أنا أولا أنا عايزة فرق ملحكتين لازم أحط اعتباراتي دي وأنا بشر وإلا أنا هعمل خناقة في المجتمع المصر لا اعتبارات اللي هي أنا بطلق الصعبانيات أو اللي هي الإشكاليات الواقعة دي يمكن التعاون معها كل حالة على فقه إزاي هتعامل معها؟ خلينا ناخدهم لعني إحنا إيه؟ إحنا ما عمش الدولة الوحيدة اللي كانت قدام مشكلة إجارات قديمة قبل كده الحل الوحيد لهذه الأمور لا يمكن أن يكون هناك حلا واحد لازم الحل مرحلي فلذلك الطريقة التي عرض بها القانون اللي هو أنتيني تكلم في التجاري ثم بعد كنتيني أن نوصل للسكني في الآخر خالص يعني ده أمر لكن إن إحنا نسيب الأمر عايم كده من غير أي حاجة لازم يقول في حلول مرحلية الحل المرحلية الأول ننحل بالفعل التجاري لأن التجاري ده ده هناك مشروع تجاري محدش قال إن المشروع للتجاري ده يجب ما هوش يعني في الآخر أنت ممكن تتحقق المشروع التجاري له في الآخر دراسة تجارية يجب أن ينظر إليها فمعظم الناس في الدولة الأخرى اللي كان عندها فكرة الإيجار القديمة موجودة لمصر مش الدولة الوحيدة خدت الأمر مرحلي تتكلم مع التجاري والمغلق التجاري المغلق ده موضوع موضوع غريب إنه واحد مش موجود أصلا في الشقة فده أصلا لا له علاقة بالسلم المجتمع ولا حاجة ده له علاقة إن أنا بإيه بتكلم على حق المكتسب وأنا عايز أفضل جنب الحق المكتسب ده اللي هجي أتكلم عليه بقى وده اللي الإحصائية الأسف مش آلاف في موضوع التجاري كم منهم مغلق وكم في المية منهم عاديين واللي عاديين دولة حالتهم الاجتماعي شكلها إيه وكم في المية منهم بتقدم عشاد وإنت عندك القدرة كدولة في جمهورية مصر زي جمهورية مصر العربية إنها تعمل إحصاء دقيق بهذا الشكل إنها تقول لك اللي عاديين كام واللي مش عاديين كام إحنا نفس الدولة دي هي الدولة يكون عن طريق لجان يعني أو يكون عن طريق جهاز المركزي بتاع بيها والإحصاء اللي هو بالفعل بيطلع الفقر ونسبة الفقر والقرى الأكثر فقرا نقدر لازم الأول بس نقدر بيطلعها أرقام إجمالية بس من درش نحددها تحديدا فيه ناس هتتظلم وتتفرم في المسألة أنت هتحدد الموضوع ده عشان تقدر تشرع لكن هناك اللي جان بتبص على خصوصيات كل حالة ما أصلا هو القانون في الآخر قواعد عم مجردها بتفصل العلاقة أو بتحدد العلاقة بين الأطراف فاحنا نحط قواعد عم مجردها ثم هناك هتكون اللي جان زي موجود في كل قانونين زي من كان في القانون الأحيان الشخصية فيه لجان بتنظر إلى مش عارف ايه مصلحة على الفضل الصغير هيبقى فيه برضو اللي جان في هذا الموضوع بتبص على هذا الأمر لكن الأول قبل ما ندخل في هذا الهرتك محتاجين الأول نتحدث عن المنطلق هل فكرة الامتداد القانوني دي حاجة احنا هنقبلها ونعيش عليها لو كده يبقى خلاصة مش محتاجين نكمل كده خليني أرجع للسياد النائب محمد اسمعيل وأسألك كان بيقول السياد النائب محمد فؤاد صعبانيات انت شايفها ايه طبعا هو موضوع صعب على الفكرة هو صعبانيات بتاعته مش من الصعوبة على الفكرة صعبانيات من هي أمور تصير الشفقة يعني لا لا أنا شايف ان الامر مختلف شوية على الفكرة حتى 38 مليون وحدة ده يعني معلش الرقم ده حتى لو نازم من وزارة السكان انا اشوك فيه بشكل كبير جدا لان عدد سكان مصر 110 مليون لماجه السمع النهاردة 3 أفراد يعني انا عندي 33 مليون لو كل واحد عنده واحدة فالعدد ده يعني عدد كبير جدا هل المدن الجديدة لنشأة المفاش ولا وحدة ايجار ايجار قديم النهاردة اه ده اقولي النهاردة عددها يعني محصور تابع الايجار القديم ولا حاجة مختلفة لا على اطلاق لا اظن ان هي لا تزيدها باي حال من حوال عن 7-8 مليون وحدة يعني اقصى حاجة يعني السكني مع التجاري كلك ربما لا يزيد عن 10 مليون وحدة ده حد اقصى يعني تفاؤلي كمان يعني العدد كبير جدا يجوز التعامل معاه بالطبع العدد مش كبير بالشكل ده لو العدد كبير ده مشكلة كبيرة جدا لانك انت بتكلم 38 مليون وحدة على اثنين بس مقيمين فيها عندك 76 مليون مواطن عايش في الوحدة دي لو قلت حتى ربعهم مش موجود يبقى انا عندي حوالي 50 مليون مواطن بالفعل كما وانك تحدثني عن انفجار مجتمعي ما هو ده انا بحدثك على ارقام اللي هي تم طرحها من قبل التارير التارير ده لا 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 اظن اظن في خطأ يعني كده التارير لانا بشرح لك الاول التارير تعال نتكلم في القانون القانون دي ايه مشكلة ان انا اغلق وحدة وانا بدفع ايجارها ليه عشان ايجارها 5 جنيه و10 جنيه و15 جنيه فبالتالي غلق الوحدة هتقول الزيادة غلق الوحدة اغلقين اقولك الزيادة والزيادة لازم تكون عدلة برضو عدلة زي يعني غير انه الملك بيبصع الزيادة وبيبصع عايز الوحدة دي عشان يباعها عايزة تزيله تبني انشاءات جديدة وحضرتك وتستفيد بقيمة الارض اللي هيبه سعرها يمثل خيمة كبيرة جدا عدد من الشركات بدأ النهاردة يعمل شراء لوسط البلد وجوز كبير وهو اللي عامل اللوبي اللي بيضغط بشكل كبير وما بدأش يحقيق حتى يستمع لوجهة نظر وسط بنقدر انحقق بها اتزان لان انا انا لازم بص على المناطق الشعبية ولازم بص على كل محافظة والفير والغير مش عايز المستجرين يزعلوا مني لان انا النهاردة لا بمثل مالك ولا بمثل مستج بس انا بنائش امر فهاخد دور المالك لو احنا قعدنا وسطين على فكرة هنحقق المصلحة في الاتين لا المالك ده هو حاسس ده مراسه وعايز يرجع له يا فندم هيرجع له ما هو مش ممتد لنهاية العمر ما احنا قلنا جيل اول الناس دي بتكلم من سنة حاجة واربعين يعني حاجة واربعين النهاردة بنتكلم اكتر من حوالي سبعين تمانين سنة ما فيش النهاردة رب اسره لما داخل البيت كان عنده مثلا تلاتين اربعين سنة وهو بيأجر الوحدة ابناءه اكيد على فكرة احد ابن والمقيمين اكيد على فكرة فيه عدد كبير جدا توفى حتى قبل اصدار القانون ورجعت الوحدة للمالك طبيعي على فكرة فيه عندي انا 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 شفتش في مصر واحدة بترجع لا لا فيه وحدات كتير جدا انا انا محامي وبهارس عمل محامات نوتا تين سنة سداني حتى انا عندي عقار بترجع بالمحكمة يعني مش اديم اول عقار على الفكرة في حاجة وستين وتوفى على فكرة احد المستفدين وانتهت لكن احنا بيحصل تحايل على القانون يفضل الاب والامة وجودين والابناء بيكون عندهم وحدات ت تانية ولما يجي يحصل المرض يرجع يقيم عشان تنتظر الوحدة ليه ليه حضرتك لانك انت مش عارف حقك كمالك لو انا الراجل الفترة دي موجوده وعملت اسبات حالة ان الاب والام مقيمين ومفيش اقامة مستخرة اذا ما يمتدش عقد الاجراء خليني ااخد من جملة حضرتك جملة اه ما انتش عارف حقك كمالك هنطلع فاصل نرجع بعد الفاصل عشان نعرف حقك كمالك ايه الافوكاتو ازاي تاخد حقك بالقانون الافوكاتو ازاي تاخد حقك بالقانون رفع القيمة دي تمت قبل كده من سنوات في التمنينات ولو رفعت مرة اخرى يبقى يجب انها تكون بنسب معقولة يعني علشان تتناسب مع دخول الناس خصوصا في ظل حالة الكساد الموجودة الوقت في التجارة في الحقيقة هو القانون الفعل القديم ظالم ممكن القانون يعدل باحدى الحالتين يعني يا حالة واحدة ترفع الايجار بنسب تريح الطرفين تريح المالك وتريح المستجر اما يبقى فيه تراضي بين المالك والمستجر لان فيه شوءة مغلاقة كتير محدش بيستفيد منها اذا كانت زيادة بسيطة ومش هتأثر في دخلهم فده يعتبر شيء عادي وبعدين عادل بالنسبة لصاحب البيت لان النسبة الاجارية بالنسبة للاجار القديم دلوقتي تعتبر صغيرة جدا من رأينا المحلات على الاقل يطبق من النهاردة قانون ايجار جديد من النهاردة انخدمة في الكفاية بالنسبة للمحلات تكون الزيادة السنوية معقولة اقل من كده وتستمر بفترة طويلة لانه هو بيديف عائد للمالك وفي ذات الوقت لو ما قدرش المستجر على الزيادات دي يتخلي عن المكان بقراته ما يبقاش جبرا يعني والله هي تبقى تزيب بنسبة معقولة مش هنقول مثلا محل مثلا من 30 سنة في منطقة معينة مثلا زي مثلا مهندسين مش زي منطقة عشوائية زي المرج زي عن شمس زي المرج الجديدة زي المناطق العشوائي او الشعبية عمتا يعني دي لها برضو مستوى تاني خالص يعني القانون الجديد حل قولت 70% بسراحة بس لما قلت حضرتك لو له حد أدنى من السنين يبقى أفضل مش النهاردة اخد شقة بسنة وبعد سنة يقول لبرة العفش نقيله من شقة والتاني بقى بشقة لشقة عشان منظمش برضو الراجل المستقل نيجع جامد جدا وفي ناس واخد بترفع واضح على واخد اجار عديم باثنين جنيه ولا بخمسة جنيه وبيخرجوا المحكمة بتخرجوا او بتزود الاجار ليوا قزمة سكن مش موجود بس في ارتفاع ملحوظ للأسعار يعني مثلا أسعار الاجارات ممكن تلاقي اجارات بتوصل ألفين جنيه في الشهر وثلاث تلاف جديه دي حاجات برضو يعني بتسكل على كهل المستقل يعني هو نجح بالنسبة للي دخلهم عالي يعني أنا لو دخلي عالي ممكن أخد بألف ونص مثلا في أكتوبر أخد في مصر جديدة بثلاث تلاف أخد في الزمالك باربعة يعني على حسب الأحيان أما لو أنا دخلي بسيط والشباب بالذات ودي المشكلة اللي مفروض اللي احنا بنتكلم فيها أمر ما هتحل حاجة ليهم لأنه هو بالشغل بكامل قانون الإجارات مش من القوانين اللي محتاجها حمية القانونيين أو يعني شدة في إصداره لا ده محتاج مشرة شراء يعني جراح جراح كده يقعد يفصل العلاقة العلاقة شائكة جدا بين الملاك والمستقرين منذ الإعلانة هذه الحلقة وأنا مش عايز أقول لكم اللي بيحصل على السوشيال ميديا وعلى صفحة الرسمية صفحة دكتور أيمن عطالله خناقات اتهام ليا بالتمويل والتهام آخر بالتواطم كله كله بيشكك في بعضه ما بالك لو صدر القانون سيد النهيب محمد فؤاد يطرى التعديلات الجديدة المطروحة أو اللي هتطرح على مجلس النواب فعلا كلها بتصب في موصلحة الملاك؟ خلينا أول نتكلم عن التعديلات المطروحة لين هي لها علاقة بالتجاري فقط بس هلفي تصور؟ السكني مطروح ربما في قانون لكنه ليس في حيث نمناقشه لا أنا عايز بشكل واضح هوجه رسالة للمشاهد دلوقتي يقول له يقول له فيه منقشة لقانون الإسكان أو قانون الإجارات الخاص بالسكنة ولا مفيش دلوقتي؟ خلينا نتكلم على كيف يتم التشريع التشريع معناها أنه نائب أو عشبوع قانون؟ يقدم مشريع قوانية فيه أكثر من ألف قانون موجود مثلا في مجلس النواب دلوقتي مقدم مش معنا مجلس هنقشه بكله لكن ما شرع المجلس في أن مناقشته بالفعل داخل اللجنة والذي اللي هو المتعلق بالتجاري والمتعلق خاصة بحكم المحكمة الدستورية الخاص بقانون ميستدارين 1680 ده اللي يتم مناقشته حد لكن هناك قانون أخرى أنا في وجهة نظري أو في مخيلتي أو فيه توقوعي وأنا يعني مش مكشوف عني الحجاب لكن أنا فيه توقوعي إن أنا لا أعتقد أن المجلس ستترق للسكنة ده في توقوع يبقى كده أعد رطم المستاجرين نقول لهم من عضو مجلس نواب سيادة النهاية محمد فعاد بيقول مش حينظر قانون ولا يتوقع مناقشة هذا القانون لا في الدور التشريع الحالي أو القادم التوقع بقى نزل حاجة ما هو مبني هو مبني بس على حاجة عشان أقولها في السريع بس إنه إيه؟ إنه لم أرى إن القانون المنظور دلوقتي هو القانون اللي هو علاقة به الشيق التجاري ولم أرى في نقاد المجلس إن المجلس في دورها نقاد واحد نناقش قانون مرتين طيب خليني أقول لك طيب بالنسبة للقانون المتعلق بيه اللي هو الأماكن المؤجرة تجاريا هل يترى برضو سؤالي هرجع تاني لسؤالي حالي ما وجاوبتوش بيصب في مصلحة المالك؟ ده أنا مقدرش أعرف إحنا نقول يصب في مصلحة مين ديت لو إحنا بنتفقنا على القاعدة لو قاعدة التمداد القانوني ديت المستاجر شايف إن هي أمر مخل يبقى يصبش في مصلحته إحنا محتاجين الأول نحط الميزان الميزان موجود فين؟ أنا بتكلم من وجهة نظري الشخصية أنا أرى أنه يحقق العدالة الدستورية وأنا أرى أنك دبلوماسي في الإجابة أرى أنك دبلوماسي في الإجابة أرى أنك دبلوماسي في الإجابة أنا المالك أم مستاجر فما أقدرش أحد أنا شايف شتة مدرية رأي برطة دقيبك دبلوماسي في الإجابة سأستكون قاطع معي فيها سيد النائب يا ترى للتعديلات المطروحة أمام مجلس النواب الآن تصب في مصلحة المالك أو المستاجر؟ هو القانون الموجود حالياً دلوقتي على الفكرة والطرح لنا من الحكومة عشان تبعارف اللي هو متعلق بالشخصية الاعتبارية كان الهدف منه أن يكون في فترة يعني أن نقدر نقول خمس سنين تدي تدي تلتقد الحكومة أنفسها عشان تقدر النهاردة تكون أماكن بديلة لأن الإجارات الشخصات الاعتبارية هتلقى فيها المستشفيات وتلقى فيها مدارس وتلقى فيها أسام شرطة وتلقى فيها حاجات كتير جداً شركات قائمة موجودة في إجارات قديمة السيداليات بيقولك أنا مش مؤجر نشاط تجاري ده نشاط خدمي بالضبط فبالتالي إشكالية أمام حضرتك واخد بالك أنت المشارع فبالتالي بدأنا ندي نوع من المدة خمس سنين عشان يقدر النهاردة يرتب أموره وينظم الدنيا تروح فيه موضوع السيداليات برضو موضوع شائك هيروح فين ويتحرك منين وخصوصاً شرط المئة متر فدي إشكالية كبيرة جداً يجب برضو كلها نظرة مختلفة أو كيمة عدلة شأنكنا دايماً أبداً أنا بقولك أن الكيمة العدلة هي أساس لحل الإشكالية دي إذا كنا بالفعل عايزين نحل إشكالية الإجار سواء سكنة أو سواء تجاري نضع كيمة عدلة وينسى حتة المالك حتة لتوى تحرير العلاقة في فترة المال زمانية المال إن معروف أن عقد الإجار يمتد وعلى فكرة ولو هو استثناء كان يستطيع وانت حضرتك المستشار ومحام كبير إن أي محام النهاردة لا يعمم كان رفع عضية مرة تانية أو تالتة وربعة على السكنة أو عاد تجاري وكان خلص إن هذا الأمر إن فيه مدة زمنية وتنتهي عقل الإجار أو بعد بوفاة المساجر الأصلي ينتهي عشان كده أنا بقولك الفلسفة ماذا لو أنا في السابق أجرت الوحدة وبعد أسبوع نفسه وبعد ما أنا شطبت فيها وحطت فارش وأولادي توفاني ربنا أطفالي مثلا ده أنا بقديرك فرضية أطفالي ماذا يفعلون زوجتي ماذا تفعل يعني كده وده كل الممتلكاتي أنا حطيتها في وحدة في هذا الوقت وهذا الزمان لو المشرع ما كانش عمل الامتداد للأسرة المقيمة مقامة مستقرة اللي هي المنتفع الأساسي كان زمان النهاردة لقينا عدد كبير جدا من المشردين والدولة النهاردة عندنا إشكالية برضو لما بيقع بيت واحد من البيوت الأديمة ما بنعرفش النهاردة نسكن الناس بروح المحافظة بنحطوهم فترة طويلة جدا لغاية ما نبدأ نشوفوا عدد بديل الحال الأمسى اللي أنا شايفه الوحدات المغلقة نتكلم عليها طالما مغلقة وثبت أن هي غلقها للانتفاع بوحدة أخرى أو ملكية أو غيرها من خلال النهاردة اللي هو تسجيل العقاري إذن النهاردة الراجل ده عنده وحدة بديلة وساكن فيها ودي غلقة بسبب قيمة الإيجارية انت بتكلمتني عن السكنة ما السكنة خلاص قلنا ما فيش قانون مطروح بص حضرك يا فنديم لا أدر حدد ولا محمد يدر حدد لي حضرتك بستي اللايب يدر حدد لي ده هيت مكتب إزاي رأيت النهاردة دور النقاد القادم في فترة محمد بيقال قال القوانين لما بتخش في المكنة لها رولز طبعا لها فترة لغاية النهاردة لم يقرد على لجنة الإسكان لغاية النهاردة لم ينقش لا ميطرح إلا قانون الشخصية الاعتبارية فقط وأضافت عليه اللجنة للشخصة الطبيعية ولقى على فكرة يعني مواجهة كبيرة جدا وحكي ده غالش قانون محمية يعني هتطلع بسرعة لا 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 قانون محمية على فكرة حتة في النص جدا أغلب اللي نخش قانون المحمية على فكرة فترة طويلة جدا كلهم مستشارين وكلهم محامين داخل اللجنة التشراعية كلمة كدة بس يعني اعتبارية مش يوسكت رأيكم أنا معايا يعني تقرير من ست النائب خالد حنفي زي ملكم في مجلس النواب بيتكلم عن نص المادة 18 وعدم دستورية فنطلع نشوف التقرير ونرجع تاني الحكم بيتكلم عن عدم دستورية صدر المادة 18 من القانون 136 لسنة 81 المادة دي بتقول ايه ببساطة؟ بتقول ان المالك أو المؤجر ما يحقلوش انه يخلي العين المؤجرة حتى لو انتهت المدة الوردة في العقد الا لسبب من الاسباب الاربعة الوردة في المادة اول سبب الهلاك الكل او جزء للعقار تاني سبب اذا تكرر اخلال المستأجر بالالتزاب بدفع الاجرى او عدم سداد الاجرى وتكرر اخلاله بسداد الاجرى ولم يسدد الاجرى للمرة التانية السبب التالت هو اذا تنازل عن العين المؤجرة ايا كان شكل التنازل بدون تصريح كتابي من المالك والسبب الاخير اذا ثبت ان المستأجر بيستغل العين او بيستعمل العين في نشاط مقلق للراحة او مضرب الصحة او مخالف للأداب العامة او النظام العام او ضرب سلامة الممنة اصبح الوضع بعد صدور هذا الحكم انه يحق للمؤجر انه يطلب اخلاء العين حتى لو العقد لو لم تنتهي المدة الوردة في العقد او اذا انتهت المدة الوردة في العقد بالتالي هنا اصبح فيه خطورة او فيه يعني ضرر معين حيق على المستأجرين يتمثل في انه من حق كل المؤجرين او كل الملاك النهاردة انهم يلجأوا الى القضاء بطلب اخلاء العين المؤجرة حتى لو لم تتوافر اي سبب من الاسباب الوردة وحتى لو مدة العقد انتهت في هذه الحالة محمد بيه يا طالح حضرتك شايف ان ظروف مصر اقتصادية او حالة المواطن المصري تسمح ان نحرر عقد الاجار ويكون العلاقة بين ما يكون مستأجر علاقة محررة يتم فيها تحديد الاجار وتحديد المدة يعني زي القانون الجديد ده بالنسبة للتجاري او للساكن والساكن والساكن في العامة للتجاري او بشكل عام يعني خلنا اخدها التجاري الاول وبعدين نخدها بشكل عام طب خلاص احنا اصلا هو الرد على سؤال حكم سمحني لو اشوفها دبلوماسية بيتحدى طبقا للضرر يعني لو خاتب كلام محمد بيه لو احنا كلمنا على انا عايز اعرف حجم المغلق قد دي المغلق ده ان فيش ضرر خلاص بقى من الحرارة العلاقة مغلق قفلها المصلحة صح صح والتجاري اللي هو اصلا مؤجر من الباطن اذا كان هناك تجاري مؤجر من الباطن برضو اصلا 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 الاخر هو مشروع تجاري فانت المشروع التجاري بيبع عندك تكلفة فهذه التكلفة امر امر معمول بيه في في اشيق التجاري فلذلك ارجع اول حاجتين لكلمة لوتافل اول فكرة الصعبانيات دي اه هناك سلم اجتماع يجب تحقيقه في حدود معينة بمعنى انا عندي ناس مثلا بيترقب معاشات مثلا من ارباب المعاشات وهتبقى في صعوبة شديدة جدا وقاعد مثلا في عقار فوسط البد او في مصر الجديدة اذا حررت كويسة تصورك عن دول ايه لا تصوري عن دول انه هو اذا تترقت الى السكني لازم بفيه صندوق هناك صندوق يكفل لمثل هؤلاء الذي لا يستطيع مجارات مثل هذه زيادة لانه هو مثلا ارباب المعاشات لو تقطى سن الستين انه يفضل مكفول له حق السكنة السكنة في العين ويتم عايز اقولك برضو ان فيه في التجاري حالات برضو فيها صعبانيات انا هاخد نفس الجملة وكمل فيها يعني واحد عنده مثلا محل صغير كده بيبيع في حاجة سائعة بيبيع في باسكوت بتاع في محافظة محافظات مصر ويدوبك يعني بيدفع مبلغ بسيط كايجار النهاردة لو جيت حملته هذا الامر ده مصدر اكل ايشه مش مشكلة هيعمل ايه ده لو ده راجل خاضع الى الضريبة فلذلك فهو بيقدم ميزينيات منتظمة فتبقى نزيل ميزينيات المنتظمة مشكلة بقى منا ينفعش عامل القانون بيفترض ان الناس بشغلة من تحت ترابيزة ما ده برضو امر غريب يعني ما هو يعني انا بتكلم على واحد مش عايز اقدم ميزينيات منتظمة مش عايز افعل درايب مش عايز اللي دول يتغل عليه احنا بقى منشتغل ازاي يعني ما هو ما ده مش توقع بلد كده ما احنا عمرنا ما نستقيم لما تكون بلد بتحصل 14 مئة من الدرايب وكل مواطن في الاخر رجع يقول انا عندي مشكلة انا مش عارف واصلا مش عارف فده ده برضو امر غريب فانا لو انا بتكلم حد مش عايز يقدم ميزينية وعايز يفضل قعد في عين دون ان يكون هناك اتعامل يثبت حتى انه مش قادر حتى اي حاجة يعني لكن ما يبقاش ما يبقاش الموضوع او تنزل لجان تشوف بقى من الدولة تكلف لجان كل حلقة حالتها يعني فاش اخر الموضوع قطعي لكن قطعي في حالات المغلق سكني وغير سكني في الفترة الجاية او لا انا مداشا اتوقع لكلام ده لكن انا اظن يعني اللي هو الشخصي الاعتبارية دي هتكون مجال حديث والاشخاص الصبعية ربما يكون الحديث فيها برضو مرة تانية ولكن يعني انا اللي شايفه اللي هيحصى بالفعل هو الشخص الاعتبارية ومدة الخامس سنوات ولكن ما يطال الاشخاص الطبعية هو تحسن في القيمة الايجارية لصالح المال وبالنسبة للسكني لتساول مركز القانونية السكني انا شايفه مش مجال حديث وانا شايف ان الاعلام على فكرة تصدى للموضوع ده بشكل كبير جدا طوال 4-5 سنوات يعني اظن كان ليه سبب النهاردة في اصارة ما بين الطرفين كل واحد يشعر ان القانون دانا والتاني يشعر انه التشريد قرب بالنسبة له فكان عامل نوع على السوشيال ميديا ملتهب زي ما انت قلت حضرتك في مستهال حديثك منذ ان اعلنت على الحلقة وانت شفت الحوار شكله اي من الجانبين كل جانب لطرف اذا اردنا بالفعل نحقق مصلحة عامة لابد يكون فيه حوار مجتمعي ولابد ان نصل الى نقطة الوسط الجميع يعني مفيش حد بياخد الدنيا الاخيرة يعني ازاي حضرتك انا النهاردة بحسن قيمة ايجارية اللي حضرتك قاعد الوحدة غلقها عشان قيمة ايجارية على فكرة متدنية هيسيبها لا قاعد عنده وحدة عشان قيمة خمسة جنيه وقاعد فيها كده وخلص سايب سايب شائته مؤجرة هيسيبها لانه خلاص عارف سياد النائب محمد السماعيل شكرا جزيلا لك اشكرك فاني سياد النائب محمد فؤاد شكرا جزيلا لك احنا مش عاملين الحلقة دي علشان اقول لحضرتك يعني منقشة قانونية هي حلقة كاشفة في قانون هيعرض ولا مفيش اعتقد كلكم عرفتم مفيش قانون خاص بالسكنة يعرض دلوقتي موقن تماما على الفكرة اذا كان هيعرض ولا لا حضرتك لنهاية مكتب المجلس ربما نيجي الصبح نيجي نلقى القانون ده في مستهل الحديث عشان تبعاني بوز دي الخاتمة ان شاء الله ألقاكم على خير الاسبوع القادم مع تحياتي ايما نعطر يبقى هنا القانون كفل كفل للمتهمين او اللي بيحضروا تحيات بعض الضمانات وانا قلتها ولا تاني وبسرعة واحد حق المتهم ان يكون استجوابه بمعرفة سلطة التحقيق المختصة اللي هي النيابة العامة اتنين حق المتهم في دعوة محميلي الحضور معاه تلاتة حق المتهم في الاحاطة بالطوم المنسوبة إليه أربعة حق المتهم في حرية الإرادة أسداء التحقيق خمسة الحق في تدوين التحقيقات كتابة وأحيانا نطلب صورة رسمية من النيابة العامة ستة حق المتهم في خاص مدة الحدس الاحتياطي من مدة العقوبة التي يحكم بها عليك كده يا جماعة وضحنا حقوقك حقوقك وانت بيتحقق معاك اشتركوا في القناة